الشرك نسل عافية السلامة انقسم إلى قسمه الشرك اللح سبحانه ونمنا ننقاكم ارغاقت شرك أكبر والشرك أصغر الشرك الأكبر نسل عافية السلامة إذا مات علي فهو مخلط خلوط أبدي في النار والشرك أصغر نسل عافية السلامة إذا مات علي يعذب بقى الشرك ثم يدخل الجن يعني لا يخلط في النار خلود أبدي على أي اعتبار لابد أن نحذر نخاف من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصل نعم مراتب المحرمات أربع مراتب المحرمات درجات سغائر وأعلى من السغائر الكبائر هذا نعم أمثل على الشرك الأكبر أي عباد تصرف لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر صلى لغير الله صعام لغير الله حج لغير الله يطوف حول القبور يدعى صحاب القبور يذبح لهم أول الجن ينذر له أي عباد تصرف لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر يعتقد أن الولي يغزب هو الذي ينزل المطر هذا هو الشرك الأكبر نعم أمثل على الشرك الأصر يعني شري شرك الأكبر الحلث بغير الله يحلث بالنبي يحلث بالحياة يحلث بالروح هذا هو الشرك الأكبر هذا هو الشرك الأكبر هذا هو الشرك الأكبر لكننا سيكون النخطة يتتواجرون و ن exploitation التقول ما شاء الله و شاهد هذا هو الأولاد أنه какой تحج حول الله يقول طبعًا لو لا فلان لا حصل لنا حادث هذا هو الأولاد أنه في الآن لا يتحصل لنا نظري أن الله فيها يتحصل هذا هو الأولاد نعم لابد نحذر من جميع أنواع المعاصل الأربع درجات التي ذكرناها والله أعلم هذا هو نمي برأيب بطاة محرمات النهالي قطتن لنمال قريبورنا ما هي كوند ماردن لكغا الله سبحانه توفق نلقو مارا قطة